عقد في مبنى السلطة المحلية بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا ترأسه وكيل عدن صلاح العاقل ومدير عامل المديرية أحمد الداودي كرسة لمناقشة تقييم المدارس الأهلية والخاصة في مديرية المنصورة وفي الاجتماع الذي ضم مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية شدد الوكيل صلاح العاقل على أهمية تقييم المدارس الأهلية والخاصة ومعالجة كافة المخالفات والاختلالات بما يعزز جودة التعليم ويحسن المخرجات فيما أكدت داودي على ضرورة التزام المدارس الأهلية والخاصة بالشروط والمعايير والمواصفات المعتمدة للارتقاء بالعملية التعليمية والقضاء على الاختلالات التي تؤثر على جودة مخرجاته بدوره أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية فيصل الشعبي بأن المكتب أصدر تعميما لكافة المدارس الأهلية والخاصة بمديرية المنصورة للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات لضمان بيئة سليمة وآمنة من حيث الضبط السلوكي والتعليمي ترجمة نانسي قنقر